اشتركوا في القناة امر ملكي رقم 26 لسنة 2020 بانشاء جهاز الامن الاستراتيجي نصت المادة الاولى منه على ان ينشأ جهاز يسمى جهاز الامن الاستراتيجي يتبع مجلس الدفاع الاعلى وجاء في المادة الثانية بانه يحدد مجلس الدفاع الاعلى اختصاصات جهاز الامن الاستراتيجي وتنظيمه وصدر عن جلالته امر ملكي رقم 27 لسنة 2020 بتعين رئيس لجهاز الامن الاستراتيجي وجاء في انه يعين الشيخ احمد بن عبد العزيز اهل خليفة رئيسا لجهاز الامن الاستراتيجي كما صدر عن جلالة الملك المفدى امر ملكي رقم 28 لسنة 2020 بتعين نائب امين عام مجلس الدفاع الاعلى نص على انه يعين الدكتور الشيخ عبدالله بن احمد بن عبدالله اهل خليفة نائبا لامين عام مجلس الدفاع الاعلى بالاضافة الى عمله اشتركوا في القناة